الحمد لله الذي خلق الإنسان أطوارا وأرسل الرسول الشبانا يافعين لا شيوخا ولا أطفالا أحمده تعالى وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله ومصطفاه وحبيبه صلى الله عليه وآله وسحبه وسلم أما بعد عباد الله فإن الشباب من أهم فترات ومراحل حياة الإنسان إن لم يكن أهمها لذا كان مصب اهتمام كل الحضارات الإنسانية والديانات السماوية والقرآن الكريم يحدثنا عن الشباب في مواضع متعددة تارة لبيان أهميته وأخرى للإشادة بمواقف بطولية لشبان ضحوا بالنفس والنفيس في سبيل الإصلاح والإيمان الصادق نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتيتنا آمنوا بربهم وزدناهم هدى والنبي صلى الله عليه وسلم ينبه على عظيم قيمته وجسيم خطورته فيقول في حديث سيدنا معاذ رضي الله عنه لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وفي حديث سيدنا بن عباس رضي الله عنه اغتنم خمسا قبل خمس فصدر بقوله شبابك قبل هرمك وفي حديث سيدنا أبي هريض رضي الله عنه سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله فثنا بقوله شاب نشأ في طاعة الله ولنا في التاريخ الإسلامي نماذج تطبيق يرائع لشباب صالحين قاموا بمهام كبيرة وهم في ريعان شبابهم ومن ذلك إرساله صلى الله عليه وسلم سيدنا مصعب بن عمير إلى يثرب وهو دون ثلاثين من عمره ليكون أول سفير في الإسلام وتأميره صلى الله عليه وسلم سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنه وهو ابن سبع عشرة سنة على جيش كان فيه كبار الصحابة وكذلك تكليف سيدنا أبي بكر رضي الله عنه سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنهما بجمع القرآن كما أن لنا كذلك في الشيخ الخديم رضي الله عنه وأصحابه قدوة وأسوة حسنة حيث أعلن رضي الله عنه عن دعوته التجديدية المباركة وهو ابن ثلاثين ربيعا وأسس مدينته الفاضلة وهو في الخامسة والثلاثين وغرب إلى الغابون وهو في الثالثة والأربعين وولى أمر خلوته دار السلام لمريده الشيخ سيد المختار وهو ابن إحدى وعشرين سنة ثم استخلف مريده الشيخ إبراهيم وفات أيام غيبته المباركة وهو ابن ثلاثين كل هذا ليكون لنا في الحسبان إخواني الشباب أن هذه الفاترة التي نحن نعيشها فاترة جدين وجتهد وكدين وطعب لا هزلين ولا لعيب نوانجي سنتو سنبورام طبارك وطعالا ممينا خمني دفو بند دوم وآدم جارة لكوتي أي جارة ويبكوت يوني أيندو جمتينيوم نو نيوني مو يوني نيب بيملند يوني مو يوني لن يدون أي تأموني نيوني كوتي دي سيهريني أمون بند بور بيو وغي وي اللهم دي سيهريني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دو дивانا ما دي بجامم دي تانيي فم دي بصوة نينيان صنبورو مدال خيول أمو جمالكي سعراب بقيمة دي أنتوا مو يؤكوتي دعماني اقتصد دونك دوم وغد ما دماتي جارة الوام ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر الحمد لله وكفاء والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفاء عباد الله إذا كان لمرحلة الشباب هذه الأهمية العظمى وهذه الميزة الكبرى فإن من واجب الشبان الوعي بجسامة المسؤولية التاريخية المنطة على عواتقهم وليحملوا هم إصعاد العاجلة والآجلة ويثقلوا كواهلهم بطموحات عالية في إصلاح العباد وتنمية البلاد ولتحذروا الهرولة وراء أناس يبنون مجدهم بمستقبلكم ومتابعة آخرين فاتت زهرة حياتهم ولا تحبون أن تكونوا غدا أمثالهم والشعب السنغالي حسب الإحصائيات الحديثة يبلغ ثمانية عشر مليون نسمة والثلاثة عشر مليون منه تتراوح أعمارهم بين الثلاثين ودونه ولا شك أن بلدا شعبه شاب تتضاعف متطلباته واحتياجاته لكنه في المقابل يمثل ثروة ثمين لتحقيق التقدم والازدعار إذا أحسنت الدولة التفاهم معهم والرعاية لهم فاللهم اجعل شبابنا شبابا يقضين واعين لمسؤولياتهم قائمين بواجباتهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب واغفر لوالدي واغفر لجميع أهلي وجملة السحاب يا سميع واغفر لكل ذي تعلق بيا وحقق سعادتي يا ربيا والطف بنا وقونا وكن لنا وهب لنا حسن الختام ربنا وصليا على النبي والسلم وقضي به حاجة كل مسلم ياغفر الله لنا ولكم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك لعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهده والذي أخرج المرعه فجعله هثاء نحوه سنقرئك فلا تنسي إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفيه ونيسرك لليسره فذكر النفعة الذكره سيذكر من يخشيه ويتجنبها لشق الذي يصل النار الكبره ثم لا يموت فيها ولا يحيه قد افلح من تزكيه وذكر اسم ربه فصليه بل توثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقه إن هذا لفي الصحف لوله صحف إبراهيم وموسي الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالين والشمس وبحاها والقمر إذا تلاها والنهير إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمدك ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر الله أكبر 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 أكبر